نظمت وزارة الداخلية مجموعة ورش عمل تدريبية تحت عنوان دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة شارك فيها شباب الآلمين وصحفيين وطلاب الجماعات للتوية بمخاطر حروب الجيل الرابع وسبل مواجهتها استكمالاً لسلسلة ورش العمل التدريبية التي تعقدها وزارة الداخلية حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عدداً من ورش العمل لشباب الإعلاميين والصحفيين وطلبة الجامعات لتنمية وعيهم بالمخاطر التي يواجهها الأمن القومي وكيفية التصدي لها بمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين تأتي ورشة اليوم في هذا اللقاء مع الإعلاميين والصحفيين والكتاب لخوض حوار عميق وصريح وشفاف وجاد يتم فيه نقل عدد كبير من الخبرات ويتم فيه التشبيك مؤسسات المجتمع ويتم فيه الاستفاف الوطني بين أرباب القلم وأرباب الكلمة من الكتاب والصحفيين في دورهم المهم والرفيع في نشر الوعي وفي تحصين العقول مدارة النقاش حول ما هي السياسات الاقتصادية المطروحة في ضوء التحديات التي يتواجهها الدولة المصرية ودور هذه السياسات في الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية الحقيقة أكون سعيدة النهاردة وأنا موجودة في مركز البحوث بأكاديمية الشرطة وأنا وسط طلبة من جمعات مصرية مختلفة بيتكلموا ويسألوا على حاجات تخص الوطن بيتكلموا على الإعلام وتأثيروا على الإعلام وصناعة الوعي على الإعلام والتغييب خلال هذه الدورات ألقيت ضوء على مخاطر حروب الجيل الرابع التي تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي في بس الشائعات وتروجها والتشكيك في الإنجازات والثوابت الوطنية وقد أشهد المشاركون من الشباب بدور وزارة الداخلية التوعوي في مواجهة الأفكار الهدامة التي تحاول النيلة من أمن الوطن والذي لا يقل أهمية عن دورها الأمني في مواجهة الإرهاب والجريمة إضافة بالنسبة لي أن أنا أخذ حاجة في أكاديمية الشرطة ما كنتش أعرف أن الموضوع ده موجود في أكاديمية الشرطة ورشة بالتنظيم ده بالمحاضرين الموجودين قامات كبيرة بالدرس ومواضيع كبيرة بيتم منقشتها معنا عدد كبير من السادة الإعلامين والصحفيين موجودين هنا في الورشة أعتقد أن هي حاجة وأضافة كبيرة من جانب أكاديمية الشرطة للمكا إعلامين أكتر حاجة أنا تحديداً أو شخصياً استفدت منها إيه هو حروب الجيل الرابع؟ إيه أليات الجيل الرابع؟ إيه أدوات الجيل الرابع؟ فعرفت دوري الإعلامي أن أنا إزاي أعرف أفرق ما بين الرسالة دي والرسالة دي من أهم المحاضرات اللي أنا حضرتها هي المحاضرات اللي بتتكلم عن الإرهاب ودور الجماعات الإرهابية على مدار الفترات اللي فاتت وإزاي الأجهزة الأمنية في مصر واجهت ده من خلال الدورة دي قدرنا نعرف إيها الحلقات المفقولة قدرنا نربط المعلمات ببعض أكثر وأعتقد أن ده إن شاء الله هي نعكس على خطابنا الإعلامي الحقيقة الدورة دي مهمة جداً لمواجهة الشائعات تعلمت منها إزاي أقدر أفرق بين الشائعة والحقيقة فكرة جميلة جداً من وزارة الداخلية أن هي تقدم متوارج ده كده للشباب وخصوصاً من طلب الجامعيين يعني بزيادة وعيهم وإدراك أكتر من جهود الدولة ودورهم في محاربة من الفساد والحرب الإلكترونية مبسوطة جداً بوجودي هنا وفخورة طبعاً بدأة ومبسوطة جميعاً بجمية المعلومات اللي أنا اكتسبتها وبشكر الحقيقة وزارة الداخلية على كمية المجهودات اللي بتعملها عشان تعمل على زيادة الوعي عقب انتهاء الدورات التدريبية قام المشاركون بزيارة لمرافق وكيانات أكاديميات الشرطة تعرف خلالها على عنشطتها التدريبية والتعليمية لإعداد الكوادر الأمنية عبدالله بركات التلفزيون المصري